إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعم إنجاح المفاوضات بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة جاء ذلك خلال استقبال رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في مقر إقامته بمدينة ميونيخ مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي وبحث الجانبان أخيرا المستجدات السياسية والأمنية في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد ومكافحة الإرهاب وفرص توسيع التعاون بين العراق وأقليم كردستان مع دول الاتحاد الأوروبي واجتمع رئيس أقليم كردستان على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وأكد الجانبان خلال اللقاء على الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بينهما وزيادة حجم التبادل التجاري وزيارة الوفود الرسمية وأعلن علييف أنه سيتم العمل على فتح قنصلية عامة لبلاده في أربيل داعيا في الوقت ذاته الرئيس نجرفان برزاني إلى زيارة باكو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر